بمناسبة الكلب ده تعرض اكتر من كلب في مصر في الاونة الاخيرة الا ان صحابه بيقفلوا عليهم البيوت وينسوهم فيموتوا من الجوع ولكن المصريين عظماء حصل كده في المعادي وكان فيه كلبين ولحقوا كلب والكلب تاني كانت سرع من الجوع من الوحدة وكمان فيه حصل في فيلة ما في مصر واحد الجيران عمل المستحيل عشان يخرج الكلب الحيوانات بجد تستحق مننا معاملة كريمة لان وجودهم في عالمنا لدور مهم وكبير للتوازن البيئي وده كلب شفته حالته عاملة ازاي يعني بجد ربنا جازي خير اللي اكله كده